الموافقة مجددا وللمرة الثالثة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في البرلمان العراقي امتثالا لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي اشترطت أن يكون فتح باب الترشح مرهونا بالبرلمان بأعضائه لا رئاسته البرلمان العراقي قال كلمته وصوت لصالح القرار موجودة الأغلبية واضحة بس حتى أثبت العدد المصوتين جد حتى لا يكون القرار عرض للطعن عدد الغير مصوتين 62 الممتنعين والغير الموافقين 62 من 265 المصوتين 103 المصوتين على القرار 103 لم تفلح شفافية التصويت أمام نواب الإطار التنسيقي فأعلنوا الرغبة بالطعن مجددا أمام المحكمة الاتحادية لمعرفة عن أي أغلبية تتحدث المحكمة لفتح باب الترشح مجددا هل هي بالأغلبية المطلقة أم البسيطة؟ بدوره وجد الحزب الديمقراطي الكردستاني بتصويت البرلمان فرصة جديدة لإحياء طموحه بالحصول على منصب رئاسة الجمهورية تحت عباءة التحالف الثلاثي بمقابل إصرار الاتحاد الوطني على مرشحه برهم صالح لولاية ثانية حتى الآن البارتي متمسك بالسيد ريبر كمرشح له مرة أخرى وبالتأكيد بإصرار التحالف الثلاثي على التصويت لإعادة فتح باب الترشح من جديد زادت بل تقوت الحظوظ مرة أخرى لانتخابه رئيسا للجمهورية أو لانتخاب أي كان ينتخبه أو يؤيده الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذا المنصب القرار أعاد الحراكة السياسية حول رئاسة الجمهورية إلى الواجهة من جديد بين الحزبين الكرديين الرئيسين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني إذ ما يزال التباين في وجهات النظر حول هذه القضية قائمة ما عاد أمام البيت الكردي سوى سبعة أيام للعمل على مواجهة خلافاتهما فيما يتعلق بأسماء مرشحيهم شكل هذا الترافز ستحدده قائمة أسماء المرشحين التي ستقدم إلى البرلمان فيما ستبقى حضوض أي من المرشحين مرهونة بحجم التحالفات السياسية بين الكتن يوسف الحسيني الحرة أربيل